نروح ليه أخبار النادي الأهلي ومصدر قال لنا فيه رقم عشرة إن شادي حسين في الأيام الأخيرة كان حاسس إنه خارج حسابات مارس الكولر وإن المدرب مركز أكتر مع حسام حسن ومحمد شريف وبرونو سافيو لكن الكابتن سامي أمسان قال لشادي حسين إن الكلام ده مش مظبوط وإن الراجل عارف إنك لسه منضم حديثا وعارف إنك لعيب مميز وكان محتاج يشوف باقي اللاعبين قالوا ما تقلعش أنت كده كده الفترة اللي جاية هتشوف اهتمام كبير وإنت من الركائز اللي هتعتمد عليهم في تشكيلة الفريق في الفترة القادمة كل لعب يبقى لآن كل لعب يبقى لآن بس أكيد المدرب له النظرات هو شايف إنه اللاعب ده كويس اللاعب ده هستفيد منه بطريقة فلانية فيه لعيبة بالمناسبة أنا هقولك حاجة سمعتها من المدربين فيه مدرب ممكن يقولك إيه أنا مش ههتم بكريم في التدريبات مش ههتم بكريم ليه مش ههتم بكريم أنا كده كده عارف إنه كريم هيلعب كويس كده كده عارف إنه كريم هيدين اللي أنا عايزه فيه لعيب تاني هبقى مركز معه قوي عشان عنده نواقص محتاجة أكملها فاللعيب بقى اللي هو كريم ده اللي هو حاسس إنه يعني فيه تجاهل ما هو مش فاهم إنه أنت كده بالنسبة لي كمدرب لا إنت كده أصلا لعيب جامعة أول مش محتاجة أعمل معاك حاجة إنت كويس أنا محتاج بس أشتغل على الناقص اللي شايفه في لعبين آخرين حيان اللعبين ما بيخدوش بالهم من التفاصيل عشان كده اللعب يبقى شايف إنه ما فيش اهتمام به في التدريب ويلاقي نفسه في التشكيل الأساسية في كل المباريات فشادي طبعا لازم يزبر وشادي لعيب زكي وهادي ومهزب جدا وأعتقد هيفيد النادي الأهلي بشكل كبير جدا كمان مصدر في النادي الأهلي قال لنا إن محمد محمود زعلان جدا بعد ما عرف إن في رغبة من النادي الأهلي لعارته وراح أتكلم مع أحد أعضاء الجهاز الفني وقال له أنا سمعت إنكم عايزين تطلعوني عارة عضو الجهاز الفني قال له ده مش قراري ده قرار إدارة النادي وقرار المدير الفني وإحنا عايزين نشوفك أكتر في فريق آخر عشان نستفيد منك في المستقبل بس محمد محمود عايز يكمل مع النادي الأهلي النهاردة كنت بعمل لقاء إن شاء الله هنزيقه لحضراتكم مع الكابتن طارق العشري ومجموعة من اللاعبين الرائعين في نادي سموحة وقال لي إنه يرغب في ضم محمد محمود من النادي الأهلي على سبيل الأعارة وأيضا كريم الدبيس المفروض اللاعب اللي هينضم من ودي داجلة للنادي الأهلي هياخده كمان إعارة يعني هو عايز محمد محمود وكريم الدبيس هياخدهم إعارة من النادي الأهلي خلال أيامه ربما خلال ساعات في تشكيلة نادي سموحة ده طبعا لما يتمم الاتفاق مع النادي الأهلي بشكل رسمي مصدر كمان في النادي الأهلي قال لنا في رقم 10 إن مرسيل كولر المدير الفني للفريق طلب من الجهاز المعاون إن كل واحد منهم يشكل يعني تقرير منفصل عن فريق الاتحاد الملستيري عشان يشوف كل نقاط القوة والضعف من وجهة نظر كل فرد من أفراد الجهاز الفني قبل المواجهة اللي هتكون إن شاء الله يوم الحد الجاي في زهاب دول 32 من بطول الدوري أبطال أفريقيا والناس بدأت أو أعضاء الجهاز الفني بدأوا يشتغلوا على هذا العمر اشتركوا في القناة